الرب يسوع جاء ليكسر عمل الشيطان لينقض أعمال إبليس مكتوب السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك قال يسوع أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل واحدة من الآيات اللي بحبها كتير في المزامير مكتوب انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن انفلتنا الرب يسوع حباء اللي حرر زكا وحرر الزانية وحرر المرأة اللي كانت مربوطة في الشيطان عندها روح انحناء لـ 18 سنة الرب يسوع اللي حرر مريم المجدلية واحدة من تلميذ المسيح اللي فعلا حررها وتكون خادم وشاهدة عن يسوع المسيح كان فيها سبع شياطين حرر ابنة المرأة الكنعانية حرر السامرية حرر كتير من ناس حررهم من قيود الدين التقاليد من العرافي أخرى الشياطين بكلمة حرر البرص طهرهم شفاء المرضى وفعلا هذه خدمة الرب يسوع المسيح شفاء المرضى والتحرير من قيود الشيطان وعمل الإبليس ولربما انت اليوم مقيد بأصفاض وقيود العبودية لربما انت مستعبد للإدمان مستعبد للشهوة مستعبد للزنة مستعبد للدين الدين أقصد مظاهر التدين بس من جوه انت رجاسات ونجاسات لا يعرفها إلى الله مستعبد للماضي مستعبد للذكرى انه دايما في حد جرحك ومش عاوز تغفر مستعبد انك للقساوة وعدم اللطف مستعبد في انك متمسك برأيك مش عاوز تطلق الناس أحرار أو تغفر الأشخاص حواليك بتعيش في السجن الخطيئة بتعيش في مغارة أو في بير مظلم ومش عاوز تطلع منه دعوة المسيح أحبائي هي إلى الحرية دعانا إلى الحرية فإن حرركم الإبن هي دعوة للراحة تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثاقلي الأحمال وأنا أريحكم إنها دعوة للسلام سلام الداخل العميق سلاما أترك لكم سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا إنها دعوة للفرح أطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا إنها دعوة لكي يكون معك تختبر حضوره تختبر محبته تختبر سلطانه تختبر غفرانه تختبر الحياة الأبدية بل تختبر الحرية الحقيقية اشتركوا في القناة